إذن بعد نجاحنا في تسيير السفينة الأولى سفينة الإغاثة الجزائرية اللبنانية الفلسطينية من طرابلس إلى ميناء العريش سوف تنطرق في نهاية هذا الشهر محملة بألف وبيتين طن من المساعدات نحن الآن بصدد تحضير أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة هذا الأسطول الذي يضم سفينة شحن كبيرة وأيضا سفون لحمل الركاب هذا الأسطول الذي سوف يضم أحرار العالم سوف يضم نشطاء للقضية الفلسطينية من عشرات الدول في العالم أيضا هذا الأسطول سوف يكون فيه شخصيات اعتبارية سياسية دبلوماسية برلمانية إعلامية حقوقية صحفية رياضية